السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاحد 12 ايار مايو القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 10 و 35 دقيقة من صباح يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 13 و 12 دقيقة من صباح اليوم الاحد لا ينتقل القمر بعدها الى منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر الآن بما انه موجود في برج السرطان يعني بتظل الاجواء جيدة على المستوى العاطفي بنشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من اي شيء حتى لو كان شيء بسيط ومنحاول خلق جوم من الامان إلا ولا أحبائنا ولا أطفالنا من ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى علينا يعني ننتبه لأنه اليوم ممكن نتذكر بعض الأمور اللي ممكن تجعل البعض مننا أنه يذرف الدموع أتناء التذكر الماضي أو حدث قديم إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة أكلنا وشربنا بهذه الفترة لأنه شهيتنا بتكون مفتوحة لتناول كثير من الطعام يجب تجنب انتقاد الآخرين لأنه حساسيتهم بتكون في ذروتها أو في أوجها وهذا الشيء بيخلي عندهم ردات فعل سلبية يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا أو أفراد العائلة وأيضا بإمكاننا قضاء وقت ممتع بالمنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و10 دقائق ظهرا بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس أي الزاوية رح تكون الساعة 8 و33 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التزديث إيجابية بين القمر وبين أورانوس أي الزاوية رح تكون الساعة 9 و27 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبرضو بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعاً عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثادي غشاء الجنب أيضاً غشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة وغشاء الصفاق هو الغشاء اللي بيبطن جدار البطن الداخلي بيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن الجهاز اللي منفاوي وعظم الصدر طبعاً هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً بالنسبة لعمليات التجميل يصلح هذا اليوم لعمليات التجميل إلا مثلاً عملية المعدة قص المعدة أو ما يتعلق بقص المعدة اللي هو تكميم اللي هو الرينج ما فيه أي مشكلة ولكن كعملية مباشرة كقص أنا ما بنصح فيها في هذا الوقت باقي أعضاء الجسم ما فيه أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية وأيضاً عمليات التجميل لا يصلح هذا اليوم مثلاً لإزالة الشعر الزائد للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر الزائد بدهم يتخلصوا منه أما الأشخاص اللي ما عندهم أي مشكلة فهذا اليوم عادي لإزالة الشعر الزائد لإلهم يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة وأيضاً يصلح للقص العلاجي أو معالجة الشعر اللي عندهم تساقط شعر أو ضعف بالشعر أو بدهم يقص الشعر لأجل تغزيره أو تكثيفه فهاي فترة مناسبة القمر طبعاً ذكرنا أنه موجود في برج السرطان معناته خلو المسار القادم بيكون يوم الاثنين يوم الغد بيبدأ ساعة 9 و 12 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و 35 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد يعني بدأ يتجه باتجاه المربع ولكنه لسه ما زل بهيئة الهلال عمره أربع أيام الساعة 6 و 6 دقائق صباحاً بتوقيت جرينيج من صباح اليوم بنبدأ باليوم الخامس نسبة الإضاءة بتكون نهاية اليوم 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيد الآن بنسبة 70% ساعة الصباح سعيدة بنسبة 85% القمر في السرطان حتى يوم 13-5 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح سعيد بنسبة 70% ساعات الظهر سعيد بنسبة 45% ساعات المغرب برجع سعيد بنسبة 70% عطارد في الحمل حتى يوم 15-5 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 منتحس بنسبة 25% الآن ساعة العصر سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% الأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما ولد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش إنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو ممكن استيجار بيت أو عقار جديد أو بيع عقار وحاولوا إنكوا تحاذروا من التصرفات العدائية ولا تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن يتعانوا من بعض الإرهاق النفسي أو ممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو ممكن كلام جارح برج الثور بالنسبة لما ولد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات بتكونوا معني نشطين جدا ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات أثناء القيادة خوفا من المخالفات أو من الحوادث مثلا أو من الإصابات أثناء الحركة هذا يوم مناسب لا اجتياز امتحان بإمكانك إنك تعبر عن رأيك ولكن حاول إنك تعبر عن رأيك بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بالثقة ومهارة وما رح تهدأ وطيرتك يوم مميز على بعض المكاسب خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالتجارة ممكن تهتم بمواضيع تتعلق بالسيارات أو الإلكترونيات برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم يحمل لكم فرصة لمكسب مالي على الأغلب تيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية أهمش إنه تخففوا من النفقات اللي ما إلها داعي ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على تسوية أنتوا بترغبوا فيها أو بتحلموا فيها أو بتفتح أمامك أبواب للحوار والنقاش البناء حاول أنك تبرر مواقفك وضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش إنه ما تترددوا اليوم بطرح وجهة نظركم أو إيصال وجهة نظركم ترتفع المعنويات لأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة بعمل أو صفحة جديدة تحمل لك هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة بتعدلك نشاطك لحياتك اليومية وتعتبر فترة مميزة لإلك برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم التعب بسيطرة عليكم لكن الزوايا الإيجابية ممكن تخفف من سلبية هذا اليوم ولكن بدك تنتبه حاول أن تنجز فقط ما بوسعك من عمل عاجل واخلد للراحة ممكن ما تكونوا ظروف يعني ضاغطة بالشكل الكبير ولكنها مخيبة للأمال تحمل بعض الخسائر أو الفشل إذا اتخذت قرارات حاسمة ممكن تشعر ببعض التوعق أو الاضطراب خصوصا بالجهاز الهضمي أو بالأمعاء بتفشل أعمالك في حصد النجاح ممكن يتخيب أمالك لتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة أو ممكن شخص يوعدك بشيء ما يوفي فيه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اليوم اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهمش أنه تتجنبوا انتقاد أي شخص بناسبة اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل أو الأصدقاء أو الأصحاب أنت بحاجة للتحالفات بهاي الفترة لأنه دعمك كله من علاقاتك الاجتماعية تفرح لتفاهم الآخرين وممكن تحصل على تأييد أنت بترغب فيه أو تشارك فيه ورشة عمل الأجواء إيجابية حاول أنك تستغل هذا اليوم لإتمام كل الأعمال الضرورية لأنه ابتداء من الغد القمر خلاص بوصل لبيت متعبك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين اليوم اليوم القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم أيوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر كأنه محيطك المهني أو الاجتماعي شوي هيك ما بيتعاطف معك أو بيتعاون معك في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك حاول أنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعنقل الراجح بدون توتر وبدون عصبية وبدون انفعلات أهم مش أنك ما تخال في القوانين أيضاً برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً اليوم تنشطوا في السفر في الاتصالات البعيدة في الاطلاع على مجتمع جديد الأمور الفلسفية الدينية المرحل فرح العاطفة الامتحانات والدراسة أهم شيء أنك تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظاً تختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن واستغل هذا اليوم بكل طاقتك لأنه فيه إيجابية عالية جداً لا إلك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه فيه فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنك تتصرف بدون تباطو لتصحيح الأوضاع أو لإعادة بعض الأمور لنصابها وحاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تتعالج موضوع مالي أو إداري أو بنك أو ضريبي أو مطالبي بحقوق لا إلك لأجواء جيدة ولكن انتبه من المصاريف والمغامرات المالية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة شراكة في المال أو العاطفة أو بين الأزواج وحاولوا انكوا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم هاي فترة شوي متوترة لأن القمر مقابلك يعني طاقتك ضعيفة فممكن تتورط في أزم ماه بسبب العصبية أو الحدية أو الانتقادات وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو في بعض الخطوات أو يتغير نمط معين أنا بشوف أنه ما في أي مشكلة لأنه حاول أنك تكون حذر بقراراتك وحاول أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز فقط ما بغسعكم من عمل دون إهمال صحتكم حاولوا أيضا أنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زملاكم أو مع المعاونين وأيضا بتكن تنتبهوا لصحتكم لأنه ممكن تشعروا ببعض التقلبات الصحية خلال هذا اليوم غير الأولويات إذا ذعت الحاجة وما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم من الأيام المميزة جدا بالنسبة لأيكم اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتهزيز العلاقة معهم يوم يقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة ولا تسوية الخلافات مع الأحبة أو مع الغير وكذلك للتعارف والارتباب يعني نشطات متنوعة حتى ممكن تمارس هواي أو تجميل أو الاهتمام بالذات ثقتك بنفسك علي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا وهذا يعني فترة إيجابية بالنسبة لأيلك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم ديا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء